مشاهدين لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من بغداد عضو اللجنة القانونية فاق الشيخ علي سيد فاق أهلا بك معنا هذا اليوم صوت البرلمان على قرار بحضر مواقع داعش الإلكترونية وحضر وسائل الإعلام المروجة لها أو الداعمة للإرهاب أهلك أن تفسر لنا ما هي تألية تطبيق هذا القانون هل من خطة معدلة للتطبيق ومن سيضعه موضع التنفيذ أهلا سيد زيني مرحبا بمشاهدي قناة الحرة العراق هذا أمر دار نقخلاف رئيسي يحاول أنه الآلية تكون بأمر قضائي لا يمكن إغلاق موقع الإلكتروني أو محطة تروج لداعش إلا بأمر قضائي في نهاية المطاف صيغ بأن الجهات المعنية والقضاء هم الذين يتكفلان أمر إغلاق هذه المحطات كان هناك وجهتان نظر الحقيقة واحد تدعو فعلا إلى إغلاق هذه المواقع والمحطات وواحدة أخرى تقول لا لا بد من معرفة أساليب داعش الإرهابية من ذبح وتفخيخ وشق بطون وأكل كبود لا بد أن يطلع العالم كي يستنفر فعلا لمحاربتهم هذا الرأي لكن هذا الرأي طبعا كان ضعيفا مقارنة بالرأي الآخر الذي دعا إلى إيقاف الترويج لمثل هذه المسائل كذلك هذا اليوم مجلس النواب أقر قانون مؤسسة الشهداء بعض الكتل النيابية توصلت إلى اتفاق للتصويت على هذا القانون يوم السبت المقبل لأنه أضافوا بعض الفقرات لهذا القانون تخص البيشمرقة وقوات الحشد الشعبي لكن تحالف القوى أعلن أنه سيطعن في هذا القانون إذا ما تم طبعا التصويت عليه بشأن بعض الفقرات المختلفين عليها يعني الطرفين من فضلك اذكر لنا أبرز هذه الفقرات المختلف عليها وكيف حسب رأيك سيتم الاتفاق لتمرير هذا القانون فقط للتصحيح سيد زينة أنه لم يتم إقرار هذا القانون في مجلس النواب وإنما أجل إلى يوم السبت وأعتقد أن شرائية أحتمل بأنه لن يقر وإذا ما قر حتى لو لم يطعن اتحاد القوى سوف يطعن فيه ويرد ولن ينفذ هذا القانون لأنه فيه التزامات مالية كبيرة على الدولة يعني يحمل الدولة أعباء مالية وأصلا قرار المحكمة الاتحادية يعني يحضر على مجلس النواب ولا يعطيه هذا الحق بإصدار قوانين فيها تبعات مالية وأعباء مالية على الحكومة على السلطة طبعا بالأضافة إلى شرطين آخرين فيما يتعلق بالسلطة القضائية والشرط الثالث الاتفاق أو الوثيقة السياسية أو البرنامج الحكومي إذا ما عارض القانون هذه الشروط الثلاثة لن يقار ولم يمشي أو يسري لذا صعب جدا تمرير هذا القانون هناك حالة يعني كيف تناقشون مثل هكذا قوانين يعني إن صح التعبير يعني مطعون في دستوريتها نحن في اللجنة القانونية لا نناقش كل القوانين إلا القوانين التي تحال إليناك لجنة أصلية أو لجنة مشاركة فيها في مثل هذا القانون الذي تتحدثين عنه هذا من اختصاص لجنة الشهداء وليس من اختصاص اللجنة القانونية ولو كان عرض علينا واشتركنا نحن في صياغته لما أقريناه لأنه ولما دفعناه إلى القراءة والتصويت لأن نعرف هذه الالتزامات المالية كبيرة ثم أنه هناك واقع إذا سمحتي لي في أقل من دقيقة كثرة القوانين التي تعوض المتضررين والشهداء والمعوقين وغيرهم جراء الحروب والنظام السابق والشهداء الحجدي الشعبي طبعا أيضا للتصحيح هم شهداء وليسوا قتلى هذه لو كان هناك قانون ممكن جمعهم بقانون واحد لو كان هناك قانون واحد يضمن الحياة الحرة الكريمة وفقا لأحكام الدستور العراقي التي نص عليها من سكن من راتب لماذا اضطررنا إلى مثل أصدار هكذا قوانين لذا أنا أحتمل حتى لو شرع هذا القانون يوم السبت طبعا أستبعد يعني لن يمر ولن ينفذ مستقبلا السلطة الحكومة ستتذرع بأنها لا تمتلك المليارات لأن لو حسبنا في جردة قلم سريعة أنه نصف مليون شهيد بالعراق على سبيل المثال ولو أنا أعتقد أنه قرابة المليون حقيقي كشهداء كم من الأموال ستخصص لهم كم من الوظائف كم من صعب الدولة تستوعب هذا الشيء وإن كانوا هم يستحقون أكثر مما خصص لهم في هذا القانون أين توصلتم سيد فاق في اللجنة القانونية لإقرار قانون العفو العام الذي توقع له محسن أسعدون الإقرار قبل نهاية هذا العام مثل ما كان هناك الخلاف على قانون اليوم لشهداء حول المادة الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة كذلك في قانون العفو العام كان لدينا خلاف وآراء متعددة حول المادة الرابعة المادة الرابعة التي تستثني 14 فقرة من الجرائم التي يرتكبها هؤلاء مستثنون من قانون العفو العام أي بمعنى هناك توسعة في الاستثناءات ما يعني بأن قانون العفو العام بالأخير يكون قانون عفو خاص لا ينطبق على الكثيرين وهذا ما يسبب إثارة جدال والنقاش داخل اللجنة القانونية فما دمنا بصدد إصدار قانون العفو العام إذن يجب أن يشمل الجميع مع شرطين أساسيين مهمين يجب أن لا يغفل في الإعلام الشرط الأول في مواضيع الأموال بالسرقة والاختلاس والرشوة يجب أن يضمن الإنسان السارق المرتشي المختلس أن يعيد هذه الأموال إلى الدولة وحتى للأشخاص ثم بعد ذلك يطلق صراحة ويشمل بقانون العفو العام الأمر الآخر ذو الضحايا والشهداء هؤلاء يجب أن يتنازلوا أن لم يتنازلوا طبعا هم يتنازلوا بعد أن يأخذوا حقهم بعد أن تتم التفاهمات معهم أن لم يتنازلوا لن يشمل القاتل أو المجرم بمثل هذا القانون هنا نقطة الخلافة الأساسية نريد أن نقلص الأربعة عشر استثناء هذا الرأي الأول الذي يتبنى عدد من أعضاء اللجنة القانونية أن نقلص هذه الاستثناءات ونوسع من قانون العفو العام الرأي الآخر وأعتقد هو أيضا موجود في اللجنة ولا بأس به يقول لا نقر القانون ونمرره بما تضمنه من استثناءات في هذه المادة إذن الخلاف في قانون العفو العام هو على المادة الرابعة فقط نعم كنت معي مباسرة من بغداد عضو اللجنة القانونية فائق الشيخ علي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا